السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مستشفى الجلاء للولادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في منقشة الحلقة السادسة من الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon الحلقة التي جاءت تحت عنوان The Princess and the Queen في عنوان مباشر حبتين احنا عارفين مين البرانسس وعارفين مين الكوين وعارفين مين البرانسس اللي ممكن تتحول لكوين والحاجات دي كلها بعكس الحلقة اللي فاتت العنوان هل اخبطني شوية انا بصرحة ما كنتش مركز قوي فيه او ما دورتش قوي وراه لو انا فكر صح كان اسمه وحضراتكم وضحتولي في التعليقات ان ده الشعار بتاع عائلة فيه اشارة للتحول الحد اللي بتمر بيه واللي بنشوف نتائجه في الحلقة دي بشكل اوضح شوية الحلقة دي في بدايتها الانترو اتصور انها تغيرت لقطت فيها كزا السجل مش عارفه لقطت فيها بعض التحركات لبحيرة الدم دي اعتقد انها مختلفة عن الحلقات اللي فاتت ولكن ما تتبعتهاش قوي وشاكك في اني حتى مع مرور المواسم ممكن ابتدي ابني علاقة مع السجلز او الشعارات او اللوجوز بتاعت الشخصيات المختلفة ولكن طبعا الناس المتعمقة اكتر في الابعاد الملحمية للحدودة بتاعتنا ممكن تكون مرتبطة شوية بالموضوع ده حلقة دي عجبتني جدا تتنافس عندي مع الحلقة اللي فاتت كانت اللي فاتت ولا الرابعة اتصور كانت الحلقة الرابعة في اه الحلقة الرابعة في لقب الافضل حتى الان ومن المنطقي كنت رسا بتكلم من فترة في الموضوع ده واتف احد الحلقات الاخرى في ان مفيش مسلسل في الدنيا كلها حلقات وزي بعض لازم يكون في حلقات افضل من حلقات وفي حلقات اقل من حلقات ولو في حلقات اقل من حلقات ممكن ما توصلش لدرجة ان احنا نقول عليها وحشة او محبطة وده الوضع مع house of the dragon بالتحديد الحلقة دي ممكن تكون فيها نفس الشيء اللي ما عجبنيش في الحلقة اللي عجبتني اقل واحدة حتى الان في المسلسل وهي الحلقة الثالثة ايه هو المشترك ما بين الحلقتين القفزة الزمنية الطويلة نسبيا في الحلقة الثالثة احنا نطينا ثلاث سنين في الحلقة دي احنا نطينا عشر سنين وشفنا تغيرات حادة جدا وده اللي عجبني ده اللي كنت مفتقده في الحلقة الثالثة وده اللي الحلقة العشرة ديتهولي ان بعد ما يمر زمن طويل اوي كده على الشخصيات لازم ااجي الاقي واقع انا مش فهمه لازم أجي كمشاهد أتفرج على حقيقة ألاقي نفسي متلخبط فيها ومع مرور الوقت أبتدي أفهم إيه اللي تغير وإيه اللي تطور مش لازم أملى كل الفجوات لأن دي مش أولوية المسلسل بس أحس فعلا أن الزمن مر ده ما حصلش في الحلقة الثالثة مش عايز أتكلم في الماضي وأقلب في الصفحات القديمة ولكن ده اللي دايقني ساعتها إن احنا نطينا نطة زمنية طويلة ورجعنا لقينا الشخصيات على حطة إيدنا آه الملك ما عرفش جراله إيه آه السن تغير شوية ولكن على خط الشخصيات زي ما هي ما عرفش مين ولد ما عرفش مين بتاع بس على خط الشخصيات زي ما هي ما فيش حاجة تغيرت فيها المرة دي احنا جايين بنتفرج على طبيعة مختلفة تماما لرينيرا والأليسنت اللي هما يعتبروا بطلطي الحلقة ديت الملك بدل ما كان صبعين لا درعب حال وخلاص ما عادش موجود معنا ومع ذلك الملك شخصيات موجود معنا الرجل بيأتحدى كل عوامل التعرية علاقة رينيرا مع هاروين سترونج دي حاجة ما كانتش موجودة خالص احنا كل اللي شفناه نساعة الهرج والمرج بتاع الحلقة الخامسة هو اللي دخل شالها وخرجها برا القضية دي غير كده عمرنا ما كنا نعرف ان في علاقة ما بينهم وما بين بعض الطبيعة المختلفة بالكامل لديمن ترجيريون دي وحنجي له طبعا بالكلام بالتفاصيل ولكن درجة الإحباط اللي بيتعامل بيها رضاه بالواقع الجديد اللي هو عايش جواه دي كلها حاجات غريبة عليه الحاجة الوحيدة بس اللي هما كانوا زي ما يكونوا عاملوا بوس في الزمن واستنونا لغاية لما نيجي علشان يبتدوا يتكلموا فيها هي نسب ولاد رينيرا طبعا بشكلهم اللي لا ينتمي للترجيريونز وزي ما يكونوا قاعدين مستنيين نحنا نيجي عشان نشوف ولادة الطفل التالت ونبتدي نسأل معهم نفس الاسئلة ونقول يا خبره بياد انتوز زي واقفين عند النقطة دي صراحة بهزر شوية لكن هما حتى دي تعملوا معها كويس لان السؤال كان عمال يرتد بين جدران الاصر من البداية ولكن التصرف المتهور والاستجابة بتاعت هارون سترونج للاستفزازات بتاعة كريستون كول هي اللي فجرت الموقف وهي اللي دفعتنا لان المواجهة دي او ان السؤال ده يتخذ بناءا عليه قرارات وقرارات كبيرة جدا ودموية جدا بتميز الحلقة دي عن باقي الحلقات في ان فيها موت لتلت شخصيات كانوا معانا من البداية طبعا احنا في الحلقة اللي فاتت مثلا مات فيها شخصيتين بس ده كان اول مرة نشوفهم شوفناهم في الحلقة او ماتوا في الحلقة ولكن ليونيل سترونج هارون سترونج ولينا فالارين لا دول شخصيات كانوا معانا من الاول والتلاتة ماتوا في الحلقة دي والتلاتة ماتوا محروقين بطرق مختلفة وبإشارات وتوابع مختلفة ومتفوتة جدا بالنسبة للأحداث اللي منتظرانا في قدم الحلقات حلقتنا ممكن تتلخص في خطين أحداث خط حصل في كينجز لاندينج وتفرع منها قليلا لهارن هالو وللدراجون ستون ولكن طبعا بقرة الأحداث كلها كانت جوه كينجز لاندينج وفي خط أحداث تاني كان بيحصل في قارة تانية تماما كان بيحصل في بينتوس في إيسوس بطلو ديمين ترجيريان فخلونا نتكلم عن ده بشكل منفصل وده بشكل منفصل والحلقة دي تتميز برضو عن باقي حلقات المسلسل إنها ابتدت بانتصار فني فريد جدا في المشهد بتاع الولادة ومشهد استحاب المولود علشان الملكة تشوفه الملكة اللي هي أليسند إيه اللي فريد في المشهد ده إنه الحقيقة عبرة عن تو تيكس فقط لغير يعني اللي شوفنا على الشاشة ده كله كان تتبع تام للكاميرا لمدة دقيقتين وخمسين ثانية دي عملية الولادة وصولا لدخول لينور للغرفة وبعد كده لينور بيكتشف إن الملكة طلبة تشوف البيبي وإن رينيرا مصممة إنه هي اللي تودي البيبي الرحلة دي كلها لغاية أول كلمة قالتها أليسند دي لقطة واحدة دي تيك واحدة زمانها تلت دقايق وخمسة وتلاتين سنة التيك التانية أصعب كتير من التيك الأولانية لإن فيها رحلة طويلة وفيها ناس قبلوها وهم ماشيين قبلوهم هما الاتنين وهم ماشيين وتكلموا معاهم والأنجل بتاع الكاميرا اتغير مش تقليلا من أهمية التيك الأولى اللي برضو كانت فريدة قوي في تصدير القلق للمشاهد وفكرتني بواحدة من أصعب التجارب السينمائية الترفيهية اللي مريت بيها في الزمن القريب معرفش لو حضراتكم ممكن تكونوا فتكرتوها معايا وانتوا بتتفرجوا عن ناشهد دا اللي كلنا عملنا له مراجعة وتكلمنا فيه عن لقطة مطولة جدا لعملية ولادة خلت المشاهد يشعر بالألم نفسه هو بيتفرج كان كلما الشخصية اللي هي كانت فانيسا كيربي لو أنا فاهم صح لو أنا فاكر صح بيجي لها انقضاد كان بتخلي المشاهد وهو عايق بيتفرج نفسه بطنة وجعه يعني يقلق من الموضوع والمشهد دا حاول ينقل دا ونجح فيه بشكل واضح جدا الألم اللي هي مرت به أثناء عملية الولادة الخوف اللي هي شعرت به لما الملكة طلبت البيبي إصرارها على أنها تحافظ على البيبي بتاعها وتبقى حضرة في أي انطباع ممكن يتقال على نسبه جوه الغرفة بل وتبقى حريصة على حياته كمان وتدافع عن أي كلمة حتتقال وهما موجودين بما في ذلك عملية النزيف اللي هي مرت بيها وتبادل النظرات مع كريستون كول على باب غرفة الملكة والملك سواء مع رينيرا أو مع لينور في مشهد عابر كده وزي ما احنا عارفين هو فيه طار بايت ما بين الكنين دول وعدة أنا بعتقد أن دا من الانتصارات الفنية العديدة بصراحة أنا مش عايزة توقف عند دا بس بس دا فريد من نوعه شوية جديد على هاوسوف دا دراجون بالتحديد وحقيقي يستحق التأمل ويستحق التوقف عنده لقد إيه كان حريص المخرج عليه أنه هو يطلع بالصورة دي ومخرج الحلقة دا هو واحد من الكلاسيكس بتوعنا ميجيل سابوتشنيك فكان لازم يفرض عضلاته شويتين داخل تفاصيل الحلقة زي ما أشارنا العنوان الحلقة The Princess and the Queen العملية دلوقتي بقت جبهتين أفرادها ابتدوا يتحددوا ابتدوا يبقوا واضحين بالنسبة لنا ابتدنا نحس أن في صراع وأن الصراع دا بيتأجج مع وجود الأولاد وأنهم ابتدوا يكبروا في السن ومعاهم بيكبر كينج فيسيرس وهو الفلتر الوحيد الفلة اللي فضلة قبل ما الإزازة دي كلها تنفجر على بعضها لأنه بمجرد لما الرجل دا يخرج من الصورة الدنيا حتولع في بعضها الجبهتين معروفين طبعا هي جبهة أليسنت وجبهة رينيرا وأليسنت عندها عدد من المتعاطفين مش بالصدفة ولكن واحد منهم هي اللي جابته بإيدها اللي هي اللقطة الأخيرة اللي شفتناها في الحلقة الخامسة كريستون كول اللي هي نهته أو وقفته عن عملية الانتحار اللي هو كان ناوي عليها وعلى ما يبدو عرضت عليه فرصة للانتقام إن هو ينضم لمعسكرها هي ويبقى تحت حمايتها هي وإن هو يقدر يرد الإهانة اللي هو شعر بيها من الطريقة اللي رينيرا عملته بيها معاهم كذلك لارس ولكن دا برغبته الخاصة وعلى ما يبدو فعلا الرجل دا موال كبير وعلى ما يبدو كده ركان اشتغلني في الحلقة اللي أنا عملتها معاه بتاعت الطوب فايف والطوب فايف لأن هو سبني أبني نظرياته وهو تقريبا كان عارف من الأول إن اللارس دا حكاية من إيلا بنيلة وإن لايين اللي أنا بنيت عليه للدنيا كلها وبنيت عليه كل الأمال بتاعتي أصلا مش مطول معنا ومش قاعد والزمن ومعنا في المسلسل مش طويل اللي رينيرا على الجنب الآخر معسكرها تعبان جدا لأن ممكن نبص على إن معاها زوجها ومعاها عائلة فيلاريون ولكن هم في الحلقة دا يتملهمش إضافة قوي لنور شخصيا خلاص بعد ما الوزة بتاعته ماتت شاف الوزة جديدة ومش داخل معنا جوه أجواء الحوار بالنسبة لمراته هو يعتبر حمل أكتر من كونه حد ممكن يسندها أو يديها مركز قوة في الصراع اللي بيتبني حواليها والكلام دا كله وزي ما قلنا الملك ولاينل سترونج هم الفلة اللي موجودين ولاينل سترونج بقى مركز صراع بشكل أو بآخر لأنه في المجلس الصغير اللي بقى كتير من أعضاء وأنا معرفهمش بصراحة وبرضو حابين مساهمات من حضراتكم بأنكم تعرفونا بيهم الوجوه الجديدة اللي كانوا قاعدين في المجلس واللي بقى ترينيرا وألسنت قاعدين فيه بشكل واضح جدا وحصلت ما بينهم مواجهة واقفة كده في تقديل الشخصي هي الشوت أو الفريم بتاع الحلقة الفريم المفضل بالنسبة لي في الحلقة دي ولكن زي ما بنقول الصراعي بتدى يكبر الجانب بتاع ألسنت بيلعب على الهادي شوية باستثناء ألسنت اللي ممكن تكون مندفعه أكتر في لغتها مع الملك ولغتها مع الأعضاء الفريق بتاعها أو الجابهة بتاعتها ولكن أعضاء الفرقتين كريستون كول دفع هاروين سترونج أنه هو يقدم على تصرف متهور جدا كان من التبعات بتاعته إضعاف لجابهة رينيرا أكتر وأكتر ولارس على الجانب الآخر ضرب الضربة القضية اللي محدش كان متخيلها بأنه خطط لغتيال أبوه وأخوه شكل العلاقة ما بين ألسنت ولارس أنا مش فاهمها قوي هما بيعملوا قوي بيتقابلوا مع بعض عشان يكلوا يعني ولا في حاجة ولا بتاع لأنهم في النور قوي العملية مش مستخبية وبيخش عليهم خدم وبيطلع من عندهم خدم بسيحنا فاهمين أن لارس على ما يبدو شبكة المخابرات بتاعته هي الستات زي ما شفناه كده في الحلقة الثالثة لما قال أنا حقعد مع الستات رمي ودن مع الخدمات مع العاملات مع الكلام ده كله مع مراكز النميمة ومراكز الرغي والكلام ده كله فبيجيب الخطط بتاعته كلها أنا كنت متصور أن الدرس بيعملوا دوت بيتطفق مع أجندة أبوه أنه هو بيشتغل تحت إشراف أبوه ولكن أبوه بتطبق برقته بالكامل في الحلقة دات أن الرجل سليم مية في المية ونيته كانت صحيحة وفي مكانها بل وأنه غضب جدا من ابنه هاروين لما شاف أنه هو تهور وعرض موقفهم كله للخطر وبادر بالاستقالة قبل ما تيجي عليه علامات استفهام تدفعه لأنه يعمل حاجة زي كده أو أنه ياخد قرار الإبتعاد والحاجات دي كلها فيبدو أن لارس شغال من دماغه حتى لو تصورنا أنه هو شغال من دماغ أليسند دي أليسند ارتعدت من هول اللي هو أقدم عليه وهو كان في منتهى الهدوء اللي في الدنيا ودها خطبة طويلة عريضة عن النقاط العمياء في حياة الإنسان الولاد الحب الكلام ده كله لارس نيته عاملة إزاي؟ مش باين حتى لما أليسند شخصياً اتصدمت من اللي هو عمله وقال لها أنت مع مرور الوقت حتكفقيني على اللي أنا أقدمت عليه واللي أنا عملته فدول الجبهتين بتوعنا وشاهدوا تغير شديد جداً في طبيعة الشخصيتين في طبيعة أليسند وطبيعة رينيرا لأن رينيرا خلفت بقى عندها ولاية بقى عندها حاجة تخاف عليها تخططها بقى للمستقبل زي ما تكون بتسعى للهدوء بتسعى للسلام مع أليسند معرفش نيتها الحقيقية ممكن تكون عاملة إزاي ولكن أليسند على الجانب الآخر لسه مدفوعة بالنصائح والتحذيرات بتاعت أبوها قوتوها يطور من إن دي بمجرد لما تبقى ملكة أنت وولادك بقيته في خطر الموت وهي بتمرر الرسالة دات لابنها إيه جون الكاركتر غريب جداً ابن الذين أفكرني بجوفري رغم أن الجوفري ده ظهر معانا في الحلقة لما لنور قرر أنه هو يسمي الولد الثالث على ما يبدو مش ابنه تعلم اتفقين على ده خلاص متقلتش بالمفتشر بس باينة قاوي سمق جوفري على اسم الوزة القديمة اللي ماتت ودلوقتي يبقى معاه وزة جديدة اسمها كارل جاي من بره الأحداث معانا اسماء غريبة جداً وفي نصهم فيه كارل حاجة مش ليقة على اللي بيحصل خالص فدي الطبيعة الجديدة بتاعت رينيرا بقى عندها حاجات تخاف عليها بقى تشايلة بيبي بقى معاها ولدين بقى تحسة بأن الوقت ممكن يكون في صالحها بس هي محتاجة تهدره بوعي علشان توصل في النهاية للي هي عايزاها بينما أليسنت متصربعة جداً على أنها تقوي مركز ولادها وحتى في الخطبة بتاعتها أو طريقة حوارها في المشهد مع كريستون كول هي بتقول أنا بدافع عن الشرف والكرامة وبصراحة هي مش غلط مش بالكامل طبعاً هي نفسها سلكت بعض الطرق الملتوية ولكن اللي هي بتنتقده في رينيرا هو الان بيسن سي اللي هو غياب الشرف وغياب الكرام وغياب الاتباع للتقاليد والأمور دي كلها طبعاً ما بنقولش أن أليسن صادقة قوي ولكن الطرحة بتاعها يبدو متماسك شوية اللي أنا مش فهمه طب هما ليه على الجانب الآخر رينيرا لازم علشان تجيبوا لد يبقى معانا مساعدة من طرف ثالث ليه لازم هارويني يعني الأخ للنور ده مش عايز يتعب في أي حاجة خلص يعني مش عارف يغصب على نفسه يخلص الطلعة داية والدنيا تمشي في السليم حاجة غريبة جدا لوز بيعمل عمال في البنياء ده مجدع وليه نور لما نركز هنحس أنه هو زي ما يكون شكل الممثل الجديد بتاعه يعني شبه النتيجة اللي ممكن تطلع من أن كاسيميرو يعمل تاكل عنيفة شوية على مبابي فيجيبه بيبي حيطلع شكله كده ده منظره والغريب أن كل الرجالة بتوعي المسلسل ما تغيروش كلهم أصلا كريستون كل ما فيش حاجة تغيرت في شكله من أساسه الستات الستتين بتوعنا هم اللي تغيروا بممثلات أخريات ولنور علشان طبعا البط والوز والموال بتاعه بقيت الشخصيات بان عليهم شوية أنه هم كبروا الملك بتاعنا ابتدأ يتحول لعم أيوب بالكامل تقريبا وزي ما بقول لسه مصدق أنه يقدر يوصل الأسرة دي لبر الأمان بشكله أو بآخر وده كلام مش وقعي أبدا يعني لما شاف الولاد بتتمرن مع بعض قالك يا سلام أنا فرحان بأن الولاد بيتمرنوا مع بعض يوقعوا بعض يشيلوا بعض والله أنت طيب قوي عم أيوب أنا مش مصدق أن في حد في الدنيا لسه بالطيبة اللي أنت فيها دي هذه برضو حتة عايزة أقول عليها مش مهوية ولكن يعني مش مشدودة زي بقيت التفاصيل أنت إزاي مصدق أن أنت ممكن تسيب البيت ده في حالة تصلح للبقاء من بعدك حقيقي دي بتفصيلة غايبة شوية لغاية لما بتحصل المواجهة اللي قلنا عليها ما بين هارون وما بين كريستون كول وإحنا عارفين كويس قوي أن كريستون كول لو كان عاوز يقوم يطبق هارون كان عملها ولكن هو سابه يفكه ويأكد على نفسه الجريمة اللي كانت عملة تتردد في الضلال جوه الأصر فالعملية بقت في النور فما تركش أي خيار لرانيرة غير أنها تطلع عبر الأصر تماما بأسرتها كنا نتكلم عن حشيتها فرقتها بقى شفناها في المشهد وهم رايحين دراجونستون محكمة الأسرة واخدين العيال والنور والبطة أو الوزة لغاية لوقتي أنا مش قادرة أفهم النقطة دي وشوية تخدمين وشغالين وحاجات زي كده بينما المعسكر التاني وطبعا زي ما بنقول أن لينل سترونج هو مجلس الملك كيد للملك الملك مصدقه بيحبه مقتنع به وعنده قناعة كاملة بأنه ده الوحيد اللي بينصحه فعلا لمصلحة المملكة ولكنه منحاز هو منحاز لرانيرة بشكل أو بآخر وأليسنت وضحت ده وضحت الألق بتاعها واللاريس قال لها بس خلاص ما تقوليش ولا كلمة بعد كده أنا عارف أنا حعمل إيه الخط ده مش فاضل فيه منتوا عارفين طبعا إيه حصل يعني صح لينل سترونج خد هارون ورح هارنهول التاني رح مولع فيها وفي عندنا المشهد بتاع البروش بتاع النحلة ده أكيد وراه حاجة لها علاقة ببيت معين حيتورط في الموضوع ده بس أنا طبعا معرفش إيه هو برضو لو حضراتكم تكلمونا شوية في التعليقات يبقى شيء هايل لو توضحوا لنا النقطة دي فاضل في الخط ده بس إن إحنا نتكلم شوية عن الولاد ولاد أليسنت إيه جون زي ما بنقوله إحنا بنشوف جوفري وهو بيولد من جديد إيه من ترجيريان اللي عنده عقدة من إن البيضة بتاعته مفقستش ومش هو الوحيد اللي عندنا في الحلقة دا اللي بيعاني من هذه المشكلة والساحرة الشريرة هيلينة بنت أليسنت اللي أعدت ذكر حشرات وأعدت ذكر بتاع حبيبتي إنتي إيه خشي الفرن بالشر بتاعك ده وما نشوف هيطلع النحية التانية دي على مستوى تاني دي على سحابة تانية يعني عندنا على الجانب الآخر ولاد رينيرا جي سيريس وده دراجون رايدر وشفت مشهد التوطيد علاقته بالدراجون مشهد من أجمل ما يمكن من أجمل مشاهد الحلقة وعندنا لوسيريس ده لسه أبعاده مش باينة قوي وعندنا جوفري اللي هو البيبي وطبعا الولاد الكبير اللي هو جي سيريس عنده العقدة بتاعت هو أنا جوم سنو اللي إيه اللي هو مقتنع إنه هو باسترد هو كمان وحاجات زي كده وهي منافتش إن هاروين يبقى أبوه ولكن قالت له أنت ترجيريان اللي هو النظام أيوة أنا فاهم ده حضرتك بس أنا كنت بسأل على حاجة تانية وفي نهاية الخط ده بيظهر صديق عزيز علينا جداً وهو الفار اللي بيمر في غرفة الملك اللي كان قاعد حزين أنا مش عارف الخاتم اللي كان بيقبله ده خاتم مراته الأولى ولا دي حاجة ليها على قابل لينل سترونج برضو لو حضرتكم توضحوا لي لأن زي ما بقول لكم فكرة إنه أربط علاقات بالسجل والتوكنز والحاجات دي غالباً مش هيحصل فأنا حقيقة يمحتاج مساعدتكم في النقطة دي وأنا كان تفسيري قبل كده إن الفار ده بيمثل موقف أليسنت وسأنا دلوقتي بتريد تصدق إن الفار ده هو لارس لأنه لما ظهر قبل كده ظهر في الرحلة بتاعة رينيرا العين اللي بترقبهم رحلة الهرب بتاعة رينيرا وبعد كده فوق سرير أليسنت حاسس بالإحباط بتاعها وبعد كده كان بيشرب من الدماء اللي أسيلت بفعل اللي حصل ما بين كريستون كولو وما بين جوفري البطة الأولانية ودلوقتي في غرفة الملك بيشوف نتيجة أعماله فأنا حاسس إن هو بيرموز للارس دلوقتي وأنا مبسوط جداً من إن الرمزية دات مش ممسوكة أو بتاخد أشكاله وبتتغير وإحنا بنتحرك والديناميكية دات عجباني إلى أبعد الحدود خط الأحداث بتاع ديمان لا يقل على مستوى الجودة عن خط الأحداث بتاع كينجز لاندين على أي حال من الأحوال لأول مرة بنروح لديمن ونلاقيه ما بيمارسش رياطة المفضلة ما بيعبثش ولا حاجة زي ما يكون خلاص فقد الأمل في أن الخطط بتاعته تؤدي إلى نتيجة عايش كضيف على أمير بنتس بصحبة لينة إلى هيا دلوقتي بقت مراته وعندهم بنتين توقام وحامل الستة حامل في بيبي تالت والأمير بنتس بيعرض عليه خد الأرض والمزرعة والغابة والصحراء والحاجات ديات كلها بس خليكم قاعدين هنا بالتنانين بتاعتكم علشان تحمونا من عودة أو عدائية التحالف الثلاثي مرة أخرى وديمن بيبين أنه هو عنده ميول لهذا الموضوع رغم أنه لنا بتحربه في ده وبتقوله ده مش حقيقي أنت بتعكس وجهه مش هو إحساسك الحقيقي وانت رغبتك حاجة تانية وتتوافق مع رغبتي في أن أنا متولدتش علشان أبقى موجودة هنا أربي معيز وابقى صاحبة عزبة وكلام زي ده أنا فارس تنين وإنت فارس تنين والمفروض نكون في خضم الأحداث والحاجات اللي بتحصل وبنتعرف عن أن بناتهم الاتنين بيلا ورينا عندها نفس المشكلة أن البيضة بتاعت التنين بتاعتها ما فقستش وده محسسها ببعض النقص وبعض الاستضعاف وإنها مش مفضلة عند أبوها وأمها بتطمنها على الموضوع ده وبتقول لها الرابط اللي ما بين الولد الطفل اللي بيتولد مع التنين بتاعه مختلف عن الرابط بتاع الولد اللي بيكتسب ثقة التنين بتاعه بعد كده وبتشير للتنين بتاعها اللي هو فيجار وطبعا هو تنين سلاش ديناصور اللي زينا حاجة مرعبة وعجبني قوي في المسلسل دلوقتي وإحنا بنبص أكتر في وشوش التنين وفي تكوينهم وفي ألوانهم أن الاختلافات كبيرة قوي مهولة مش حاجات بسيطة مش مجرد اللون مش مجرد طريقة الطيران مش مجرد الكلام ده كله ده فيه تفاصيل بالهبل واحد فيهم شكله مش تنين أصلا رفيجار دوت شكله ديناصور يعني وبناستعيد أجواء مستشفى لولجاء الجلاء للولادة لما لنا بتيجي تهولد وبتمر بنفس الأزمة اللي مرت بيها مرات الملك في الحلقة الأولينية خالص وقبل ما ديمن ياخد قرار ما إذا كان عاوز يخطر بحياتها ولا لا هي بتروح وبتنسحب وبتحقق الميتة اللي هي كانت بتتكلم عليها جوه الحلقة إن هي عايزة تموت محاربة تنين مش عايزة تموت امرأة عزبة ودلوقتي يبقى عندنا تنين فاضي ومش أي تنين في الدنيا وعندنا بنت عاوزة تكون علاقها مع تنين اللي هي رينا هل ده موضوع حيطربط ببعضه حينتج عنه حاجة مع مرور الوقت الله أعلم اللي ستحنشوف التفاصيل اللي موجودة في الحلقة زي ما قلنا في حاجات كتير قوي على المستوى البصري المسلسل يعني مش حاوت كل مرة قول رائع وجامد وكلام زي ده أنا بس بختار الشوتس المفضلة عندي زي ما تكلمت عن الشوت بتاعة مواجهة الأميرة والملكة مواجهة الشوت بتاعة التنين في الدراجون بيت اللي هي العملية التمرين اللي في الأول شوت من أرواع ما يمكن الشوت بتاعة عملية الانتحار بتاعة لينا من أقوى ما يمكن ومؤثر إلى أبعد الحدود الشوت بتاعة الفار كذلك لسه واقع في غرام الملابس ولسه واقع في غرام ملابس أليساند بالتحديد زي ما احنا شايفين كده عندها تشكيلة مونتنوعة جدا من الملابس ومن الألوان اخضر فاتح اخضر غامق اخضر زتوني اخضر فوصدقي كل انواع الالوان اللي في الدنيا موجودة عندها في الدنيا بتاعها وزي ما احنا عارفين طبعا فاهمين الاشارات بتاعت الكلام ده كله الحاجة الوحيدة اللي مرينا عليها هي العرض بتاع رينيرا بان ابنها يجوز بنت أليسنت والملك كان فرحان قوي بيقولك اقترح جميل والله انت بتستعبط يا عم ايوب وربنا انت بقيت بتستعبط دلوقتي مش مصدق مش مصدق الطريقة اللي الراجل ده بيفكر بيها المهم يتهيلي كده انا عديت على كل حاجة عاوز اتكلم عنها اه ملاحظة علمي شي كده في جيم وفترونز وفي هاوس اوف دا دراجون عدينا على عدد كبير جدا من العزمات والموائد والحاجات الجبارة بانواع واشكال من الاكل عمري ما شفت لقمة شكلها يفتح النفس في المسلسل ده سواء في جيم وفترونز او في هاوس اوف دا دراجون هل دا ليه معنى هل دا ليه اشارة اسبها لكم انتوا بقى تعلقوا عليها في التعليقات اه لو فاتني حاجة معلش سامحوني قولولي عليها ونتكلم عليها في الحلقة اللي جاية واعوز اعرف ان تبعاتكم وقراءكم ومساهماتكم في النقط اللي انا مش فاهمها بالكامل داية ياريت تدونا كل دا في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت اعملوا شارو لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام واي باي